اشتركوا في القناة على حبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صلي وسلم وبارك عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيبي يا رسول الله وصلت عليك ملائك الرحمن وصار الضياء بسائر الأكوان لما طلعت على الوجود مزودا بحمى الإله وراية القرآن اللهم صلي وسلم وبارك عليك وعلى آلك وأصحابك دائما وأبدا ومازلنا في عوالم الأسرار والأنوار عوالم الأسرار والأنوار هناك أصرار لله تبارك وتعالى في كونه وهناك أصرار لله تبارك وتعالى في أوامره وهناك أصرار في أنفسنا وربنا يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون كل واحد فينا في هذا الوقت قد يكون مضطرب نفسيا بس ساعة ما بيفتكر أجمل يوم في حياته بينتعش ويشعر بشيء من الجمال كل واحد فينا ممكن يفتكر اليوم اللي هو تساعد فيه فمثلا واحد أسعد يوم في حياته يوم نجاحه واحد أسعد يوم في حياته يوم زواجها من زوجها واحد أسعد يوم في حياته يوم مخلفة الإبن ده واحد أسعد يوم في حياته يوم ما كان بيحج واحد أسعد يوم في حياته يوم التخرج مكان ضابط يوم ما تخرج ضابط في القوات المسلحة أو في الشرطة أو يوم ما تخرج دكتور عشان ينقذ الإنسانية يوم ما تخرج دكتور عشان ينقذ الإنسانية جميل الإحساس ده إنه كل واحد فينا بيفتكر أجمل يوم في حياته ساعات بيكون الإنسان فينا في بعض الهموم وبعدين مع نتصال سلام عليكم أستاذة نوها سلام عليكم طيب اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم فكل واحد فينا عنده يوم في حياته بيبقى يوم جميل ففي بعض الأوقات بيبقى الإنسان في شدة مجرد ما تذكره باليوم الجميل ده تقوم تخرجه إلى الزمان والمكان اللي هو كان بفرحة فيه أستاذة فاطمة سلام عليكم وعليكم يا مرحبا بحضرتك أهلا وسهلا أهلا وسهلا بحضرتك تفضلي حضرتك أنا عندي مشكلة ينفع أقول عن حضرتك تفضلي طيب حضرتك من نسبة للنسي المتضررين من فيروس كورونا نعم حضرتك أنا جزء متضرر وحضرتك ما فيش أي حاجة خالص وكل الحاجات اللي تكلموا عليها ما فيش أي حاجة حصل طيب صلى على النبي صلى على النبي ما أنا هقول لحضرتك هتعملي إيه مباشرة مباشرة رسالة الآن للسيد المحافظ يريد بقى حضرتك ربنا يكرمك تبعاتي رسالة للسيد المحافظ المحافظة اللي أنت منها وبعاتي برضو طليغراف للسيد وزير الصح للدكتورة وزيرة الصح يعني أنا عايز إيه عايزين ننزل على الأرض الواقع بمعنى أن ما شاء الله لقواتي اللي بالله أنا شايف المنظومة الصحية شغالة بشكل جميل جدا وشكل رائع وأنا شاهد عيان على ده عايز بقى حضرتك ربنا يعزك ويعلي قدرك اعملي تواصل معهم وعملي تواصل مع أقرب المستشفات لديك وعندك الخط الساخن كل دي حاجات بتوصل وناس بتوصل واتحقق نتائج وإن شاء الله بإذن الله تطمنين أسأل الله عز وجل أن يشفيه شفاءا لا مرض بعداه أبدا معنا الأستاذة داليا سلام عليكم أستاذة نجوة سلام عليكم سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا أعمى عنيسة نوها فؤاد القفري فأنا أهلا يا أستاذة نوها يا مرحبا والله أنا لي عظيم الشرف أن أنا تسلت في حضرتك والله وتوصلت مع حضرتك ربنا يبارك في حضرتك وفي الأسرة الكريمة يا رب العالمين ربنا بصي فضلتك أنا دلوقتي يعني أنا كان أسعد يوم في حياتي الصراحة لما ربنا كرمني ورفت عمرك أنا وأخويا كان محرم لي أخويا محمود لأننا صفائيس دلوقتي نعوبي 39 سنة أنا فلسا ما تجوزتك يعني ربنا إن شاء الله يرزقك الزوج الصالح بإذن الله اللهم أمين ربنا يخاليك يا رب فأنا دلوقتي طبعا بيدقدني عشانه وكده بس يعني بتقصل مثلا ممكن أنا قبلها هو مش قبلني أو العكس نعا أو بيقصل مثلا ايه طفش كده أو حاجة يعني حالته عدد كانت جايباني عارف كويس بس ما خسلتش نصي لا إن شاء الله حاضر فأنا يعني سبحان الله العلي العزيز بسألولي معمولك عمل طبعا أنا الحمد لله إنني الحمد لله حاضر هجاوبك حاضر أنا ما بنسجأتي لأن غير الكرآن وكده ده أحسن حاجة حاضر حاضر هجاوبك بإذن الله حاضر هجاوبك طبعا أنا بس عايزة فضلتك تبعيني وعايزة حضرتك بش تقولني الحل اللي أنا ربتك لأي عمل ربنا يساعدك حاضر حاضر يا حاضر 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 ربنا يساعدك ويعلي قدرك ويسرح صدرك يا رب العالمين بالنسبة إخوات الأفاضل ربنا يقول وكل شيء خلقناه بقدر فالتقى الماء وفي آية فالتقى الماء على أمر قد قدر فإحنا عايزين نؤمن بإن ربنا تبارك وتعالى في بعض المواقف له أوقات لتحقيق الأمان وتحقيق الأهداف وتحقيق المعجزات أولا أنا بقول لحضرتك وقال ربكم ادعوني أستجب لكم عليك دائما بالدعاء وخاصة في السجود قولي ربي هب لي زوجا صالحا من حيث لأحتسب يا رب العالمين وليجي لك قولي صل ركتين قضاء الحاجة اللهم أقلف بين قلبي وقلبه يا رب العالمين وتواصلي معه وبساط المسائل يعني مش عايزين المغالاة في الجواز مش عايزين كذا وإن شاء الله بإذن الله تعالى بإذن الله بإذن الله ربنا سرزقك زوجا صالحا سيقر عينك بيه بإذن الله أنت وكل أولادنا اللي بيشوفونا دلوقتي اللي لسه لم يرتبطوا بعض ربنا يبارك في حضرتك اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم فكل واحد في حياته يوم جميل اليوم الجميل ده بيتحقق من خلاله أحلام الإنسان فمجرد ما الإنسان بيكون يعني متدايق ومجرد ما بيشوف تحقيق أمنية أو تحقيق حلم في حياته وهو متدايق بيرجع بقى في ذاكرته إلى اليوم الجميل اللي هو كان فيه ده فبينتقل بإحساسه ومشاعره من الزمان إلى الزمان والمكان اللي كان هو فيه سعيد في يوم من الأيام ومعنا اتصال سلام عليكم الله مصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فمهم جدا جدا إن إحنا ندخل في هذا الإحساس معنا الأستاذة ليلى من سهاج سلام عليكم سلام ورحمة الله وبركاته يا مرحب الله ينور قلبك بنور الله وحضرتك بخير وأهل الصعيد الأفاضل كلهم بخير ربنا يجبر بخطرك يا رب العالمين حاضر حاضر أسأل الله عز وجل أن يفرق كربك ويزيل همك وغمك ويحقق لك ما تتمني من الخير يا رب العالمين إن شاء الله ممكن أن حضرتك تتكلمي بعد الحلقة أرجوك سورة الإله طيب هو بحضرتك يعني خذ التليفون ورنه علي بعد الحلقة وأنا أكلمكم بإذن الله شكرا شكرا ربنا يكرمك في أمان الله في أمان الله ربنا يسعدكم جميعا ويطمن عليكم يا رب العالمين ويا رب يفرق كرب كل الناس جميعا يا رب العالمين طيب معنا اتصال سلام عليكم سلام عليكم عليكم السلام عليكم أهلا بحضرتك يا مرحبا إزاي حضرتك عامل شي الله ينور قلبك بنور الله الله ينورك ربنا يبارك لك يا رب ويطول عمرك يبارك في حضرتك اتفضلي معاليش بس أنا نفسك كده يا الجزي كده لإنه هو نفسيته تعبانا من الشغل ومن كل حاجة لا حبيب قلبي ربنا سبحانه وتعالى ما يتعبكش أبدا وعسى أن تكره شيء وهو خير لكم فوما يدرينا يمكن ربنا سبحانه وتعالى عين لك حاجات حلوة كبيرة قوي 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 نعايزك بس تكسر من الاستغفار لأن الاستغفار بتأتي به الأرزاق وبيرفع رب تبارك وتعالى به عمنا ما نحن فيه من الشدائد وربنا يخليك بصحتك غيرك نايم على الأسرة البيضاء ربنا سبحانه وتعالى بارك لك في أولادك وبرك لك في زوجتك الست الفاضلة اللي تصلت دي ربنا ان شاء الله يحفظك وينجيك ويرعك أشكر حضرتك جدا فطب معانا الأستاذ أهلا وسهلا سلام عليكم أستاذ إبراهيم سلام عليكم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته بزاك يا دكتور عملية ربنا نور قلبك بنور الله يا حبيب قلبي وسعدك يا رب بالله بالله عليك بالله عليك اللي تدعيلي اللي ربنا يسترع معايا في الدنيا وفي الأخر اللهم أمين أبو خليل ربنا يسترك في الدنيا والآخر أنت وكل حضرات السادة مشاهدة ويحوش عنينا الكرب يا رب ويحوش عنينا الكرب يا رب يرفع عنا ومعنسايننا يا رب الكرب يرفع عنا الكرب من حيث لا نحتسب ويرفع عنا الوباء إن شاء الله والبلاء وبإذن الله ومرفوع جاء بشرايات ربنا يسعيدك ويبريك في حضرتك ربنا يسعيدك يا قلبي أنا سعيدك ده اللي هكلمت بحضرتك ده أنا اللي اتشرفت بحضرتك في أمان الله حبيبي قلبي في أمان الله اللهم صلي على النبي صلى الله عليه وسلم جميل قوي قوي وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلمه وأنتم لا تعلمون معنا اتصال سلام عليكم بأهل الشرقية سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك فضل حضرتك إذا بدأت أجمل يومك حياتي أو أجمل شميك حياتي أنا بشكرك على الملعي الأعلى أنت النهار ده يعني أفعتني جدا 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 لبنائك أول طوبة في بيتي ربنا يساعدك ويعزك ويكبر خطرك يا رب زي ما جبرت بخطر آمين 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 ربنا يعزك ويعمر بيتك يا رب ويوزك برزق اللي وراك ما نتحرمش منك أبدا ربنا يجبر بخطرك ويعزك ويعلي قدرك ويحفظك وينجيك وينصرك ويؤيدك بالحق يا رب العالمين بريكلك في أولادك وفي حياتك وبريكلك في عمرك ودائما كده نور على نور يا رب الله يكرمك في أمان الله في أمان الله ربنا يساعدك ويعلي قدرك ويشرح صدرك يا رب العالمين اللهم صلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ادخال الصرور على الإنسان أمر مهم جدا وسيدنا الإمام علي يقول لا تستحي من إعطاء القليل فإن الحرمان أقل منه لا تستحي من إعطاء القليل من مساعدتك لا تستحي من إعطاء القليل من الكلمة الطيبة لا تستحي من إعطاء القليل من الفكرة الجميلة لا تستحي من إعطاء القليل بالموقف الحسن لا تستحي من إعطاء القليل من المال لا تستحي إنما اللي يتيسر لك اعمله وفرصة فرصة أن أنت تبعد من العمل الصالح تسعد بها الناس هذا العمل تسعد بها الناس وتسعد نفسك أستاذ محمد سلام عليكم أهلا بحضرتك يا مرحمة أستاذ محمد أنا اللي فخور بحضرتك أهلا بيك يا مرحبا ربنا يسعدك ونور قلبك بنور الله يا أبو حميد ربنا يسعدك وسعيدك وعايزك تحافظ على صلاتك يا أبو حميد وتحافظ على أسكار الصباح والمساء وتبقى كده من الذاكرين من الذاكرين المحبين لرب العالمين والله يا محمد هتلاقي الأبواب بتتفتح وهتلاقي ربنا منور لك طريقك وشفت الخضرة اللي وراي دي هتلاقي الطريق كله خضر الحمد لله والله ربنا يا سعيدك ربنا يا سعيدك يا أبو حميد أشكرك جدا يا ابني ربنا يا سعيدك وعلي قدرك يا رب العالمين اللهم صلي على النبي صلى الله عليه وسلم مهم جدا مهم جدا ادخال الصرور على الإنسانيات ككل نحن أدباع نبي قال ربي تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يبقى احنا دلوقتي لا تتردد ونذكر بعض بأجمل أيام عمرنا فاكر اليوم الجميل اللي حصل فيه كذا والزوجة تقول للزوجة فاكر يوم الولد لما ربنا رزقنا بابننا فاكر اليوم من فلاني فاكر يوم فرحنا فاكر يوم ما كنا راجعين من الزيارة الجميلة فاكر يوم ما كنا راجعين من العمر ونذكر بعض بأيامنا الجميلة خدت بالكم لأن ده بيجدد طاقة الإنسان وبيجدد فينا الأمل وبيجدد فينا الفهم والوعي وبيجدد فينا الإيمان وبيجدد فينا معاني جميلة جدا بأن يبقى عندنا أمل في الحياة وأمل لبكرة بإذن الله الواحد الأحد عايز أتكلم معنا اتصال سلام عليكم اللهم صلي على النبي أهلا بحضرتك يا مرحبا أهلا يا أم أسامة بأهل اسكندرية أهلا يا أم أسامة بأهل اسكندرية يا مرحبا الله يكرمك يا سيح ربنا يكبر بخاطرك وإحفاظك يا رب العلم الله يكرمك يا رب أنا حجة عندي 3 وعندي 54 سنة نعم وربنا بتلاني بالسكر في خلال الشهر ده الحمد لله رب العالمين ربنا يشفيك وعفيك يا رب العالمين أنا كنت فتحة مسجد بقرة في القرآن نعم وانا مستيكي تعبنة أويسة إن شاء الله بإذن الله ترجعي بسرعة أنا عايزك إن شاء الله بإذن الحي القيوم أنا باحث في علوم الأعشاب ومش باحث من النهار ده بقالي بتاع 25 سنة بس ما برداش أطلع أتكلم في الكلام ده على الهوى لأن يعني فيه ناس شغالة في ده وأنا مش متفرغ لده إن من عندي ربنا أداني علوم الحمد لله بالنسبة للسكر بقى شو فيها تعمل إيه بالنسبة للسكر رقم واحد عندك الثوم والبصل بيزبط السكر عندك الكسبرة وعندك الإرفة بتزبط السكر شو الكسبرة المطحونة عندك ورق الزتون مية الماء بتاعه ورق الزتون الماغلي برضو بيزبط السكر أي حد عنده سكر مرتفع اللي أنا قلت عليه ده ربنا يسعدك ويبارك في عمرك يا رب العالمين سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله بعد الصلاة إيه جزاءها عظيم؟ لا طبعا جزاءها عظيم خلي بالحضرتك أولا يعني ربنا يعزك ويعل قدرك ويبارك في عمرك يا رب العالمين حينما يحرس الإنسان على الذكر ينادى في قول الله تبارك وتعالى وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا وإن شاء الله إسمعينا وإنا أجواب حضرتك فإحنا لما نحرس على ذا إن إحنا نكون من الذاكرين الله كثيرًا من الذاكرات الذكر ده بيعمل عندنا إيه أولا بيعمل عندنا انشرح في الصدر وهم في الروح وصفاء في النفس وعلوه في القلب الذكر ده بيعمل بيني إيه الله تبارك وتعالى يقول فاذكروني أذكركم فإذا كنا من الذاكرين ذكرنا الله وإذا ذكرنا الله علمنا الله وإذا ذكرنا الله ودنا الله وإذا ذكرنا الله نصرنا الله وإذا ذكرنا الله شفان الله وإذا ذكرنا الله رفع الله عننا البلاء معنا اتصال سلام عليكم سلام عليكم حاضر فاصل ونرجع داني ما شاء الله لقواته إلا بالله حاجة جميلة جدا ما شاء الله يعني طبعا إحنا إن شاء الله يكوننا معانا في التتر أستاذ إياد جستي بإذن الله الواحد الأحد وده حد جميل أو إياد ابني وحد حساس أو كده برضو أعماله كلها هادفة ومعنا لتصال سلام عليكم وديته الأخضرات فين؟ الأخضرات راحت فين؟ سلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام ورحمة الله وبركاته أهلا يا حبيب يا ورحبا إزاي حضرتك؟ الله يسعدك وبرك فيك والله يا دكتور أنا باتصل بحضرتك أنا أشكرك على المجهود في البس المباشر اللي بتعمله وأنا من متابعينك الجيدين جدا جدا ربنا يسعدك ويعلي قدرك ودائما ربنا يسعدك ويسعد أهل إسكندرية جميعا يا رب الله يخليك ودائما نور على نور دائما نور على نور يا حبيب قلبي بريك لك في أولادي الله يكرمك الله يسعدك بطلب من حضرتك طلب صغير تحت أمرك من خلال الشاشة الموقرة وحضرتك الرجل الطيب المحبوب للشعب كله الله يكريمك نحس الشعب كله على الصدقات زيادة الصدقات زيادة الدعاء ونعرفه من الصدقة مش هتنقص مال الدعاء بيزيح البلاء صحيح يعني أنت نورنا وحبيبنا ربنا يعني يجعلك يعني نور لكل الاتبشر الله يكريمك الله يبارك في حضرتك وأنا سعيد اللي اتصالت بحضرتك الله يكريمك ومسانة وحضرتك طيب وحضرتك بسي وشعب مصر كله ربنا يزيح والأمة العربية كلها والأمة الإنسانية إن شاء الله ربنا تقبل يا رب أشكر حضرتك أشكر حضرتك الله يسلمك ربنا يبارك في حضرتك يا رب طبعا ما شاء الله لا قوات إلا بالله ربنا يتقبل من حضرتك ودعوات جميلة وتذكرة حلوة أو إن احنا نذكر بعض بالصدقات لأن الصدقات بترفع البلاء ودي حقيقة ولازم نحس ببعض يعني وأنا بلف في الشوارع على أولادنا المساكين اللي عاديين بالعمل وقاعدوا قداموا مرزبة كده عايز يشتغل بسي مش لاقي فيعني بنزله يعني بيننا وبينه بس ممنوع التصوير ما حدش صار حد بيديله حاجة ومعنا الأستاذة ناهد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم و السلام يا دكتور إذا حضرتك الله ينور قلبك بنور الله تفضلي لبنا حضرتك يا رب يعني بجد ورحمة الله ورحمة الله وبركاته بتعزك جامد قوي وبتحب تسمعك جامد قوي وربنا يحفظها ويبارك في عمرها ويبارك لها فيك وتكون ابن بر بأمك وعطوف على أمك وتقبل إيه دا كل يوم الصبح ومالكش بركة اللي هي وخدها دمال سدرك كده وطبطب عليها وكون انت سبب فرحتها في الحياة بإذن الله أشكر حضرتك جدا طبعا مهم جدا أستاذ علاء سلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام أحب الله وبركاته أهلا علاء بي الله يبارك في حضرتك عليكم السلام فضل حضرتك عادي تدعينا بس حضرتك عشان احنا عاديين من الشغل والعملية يعني الحمد لله الحمد لله يا سلام على كلمة الحمد لله اللي طلع زي السكر من لسانك أهل الحمد أهل الحمد يعني مهم جدا أن احنا نكون من أهل الحمد تسلم ربنا يبارك في عمرك وأسأل الله عز وجل لأن يرفع عن بلادنا وعن الإنسانية الهم والغم والكرب العظيم وإن شاء الله يصر لك ويفتح لك كده من حيث لا تحتسب ويبارك في عمرك يا رب العالمين تفضل يا حبيب قلب تفضل فانعايز بقى بناتنا اللي بيجي لهم عرسان مش لازم العريس يبقى كامل 100% يعني هبقى دحكه في حاجات كده يعني قادمة بدام راجل راجل ومحترم وإحنا شايفين فيه راجل ويحثون بنتنا ومش لازم يتبقى كل نساعده اللي يجيب قضة نوم ولي يجيب صالون ولي يجيب تلاجة ونجوز بنتنا وندخل على قلبها فرحة ما فيش حاجة اسمها لازم نساعد نعمل ده وأنا فيه ناس كتير بتعمل كده وناس نجحة وبناتها بتتجوز ولادة بتتجوز فإحنا عايزين ناخد بأدين بعض ونساهم في زواج بنتنا ولما يجي عريس يعني اللهم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم طب نورهان من القاهرة ربنا يبارك فيك وحفظك يا رب السلام عليكم أيسا عليكم عليكم السلام أستاذة نورهان إزاي حالك يا دكتور الله ينور قلبك بنور الله ربنا يبارك لك يا رب يا دكتور يا رب يا رب ننصدني حالك بس يا دكتور أنا ممكن بس يعني يا سأذن حضرتك حضرتك تتكلم بس عن النفسية الرحلة يعني اللي بتطيب الإنسان والمساكل بتحصل في بيته ومساكل في حواليه ولديك يعني حضرتك بس تتفضل علي يعني بذلك أنا أخذ رقم حضرتك ربنا يسعيدك الرقم في الكنترول بإذن الله يتعالى حاضر خلي بالكم الله يسعيدك ويبارك في عمرك يا رب العالمين خلي بالكم كلنا في الدنيا دي إحنا يومين ضيوف وكلنا ماشيين فليه نعيش متنكدين ليه نعيش حزنانين ليه نعيش مهمومين ليه نعيش في غم منبسط المسائل ونرضى بقدر الله تبارك وتعالى وسدده وقاربه مش كل حاجة مفروشة بالورد إنما جميل أو أوي أن نكون من أهل الرضا وأن نرضى بقدر الله تبارك وتعالى فينا ونسعى للنجاح وبعدين المكان البيوت اللي فيها هموم حاضر نشغل بخور نشغل قرآن كريم نبخر المكان نغير رواح المكان لأن الريحة بتغير مود عقل الإنسان ومزاج الإنسان سازة محمد سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم ورحمة الله وبركاهكم عليكم بسلام عليكم نتكلم الدكتل لو استمحتكم الله ينور قلبك بنور الله معاك الرضا طعيم فظيل السلام عليكم يا دكتل الله يسعدك وبركلك في عمرك أنني أنا لو سمحت ابني تعبان وما بيصليش يا أخضي الله يبركنا بتدعيله اللهم 에شرح صدره لعبادك وقربك يا رب العالمين آمين ويفرح قلبك بعبادته لربه آمين ويفرح قلبك بإنه بقى من العباد الصالحين المقربين آمين ويفرح قلبك وتشوفيه كده أسعد إنسان في الدنيا دي كلها يا رب العالمين الله يبرك ذك آمين 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 يتعيله باتك كمان حاضر هدعيله حاضر أنت بس ذكري بالله وقليله إحنا لما هنروح لربنا ونتصالح معاه ربنا ينور حياتنا ويسر أرزقنا ويسر أمورنا ويشرح صدرنا وهنبقى حاجة نور على نور معنا تصال سلام عليكم أهل الشرقية سلام عليكم الله ينور اللهم صلي على النبي صلى الله عليه وسلم فمهم جدا مهم جدا إن احنا نتواصل مع الله تبارك وتعالى بحال الحب اللي فينا ده أنا عايز أتكلم كمان النهاردة عن يعني احنا الأمل الأمل شيء جميل جدا وإنه لا يأسوا من روح الله إلا القوم الكافرون احنا اتعلمنا أن طاقة الأمل اللي بتبقى جوانا دي أن احنا فرحانين بالله فرحانين بربنا فرحانين بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فرحانين بذكرنا فرحانين بقربنا بربنا فرحانين بإحساننا إلى الآخرين فرحانين بكل عمل طيب إحنا بنعمله لأن ده دي كلها بشريات كلها بشريات بتسعد الإنسان وبتجعل هذا الإنسان إنسانا عظيما في دنيا وأخرى عايز أتكلم عن نعمة الستر الناس اللي ربنا سطرهم سطرهم وهم حسين حسين بنعمة الستر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حضرتك عامل يا دكتر الله ينور قلبك بنور الله والله حضرتك وحشن جدا ربنا يسعادك ويعل قدرك وبركلك في أسرتك الكريمة يا رب أنا الزياد علي أهلا وسهلا بحضرتك يا مرحبا حضرتك عامل يا دكتر والله ربنا يسعادك ويبرك في عمرك ويجعلك من السعداء يا رب أنا الزياد علي أنا الزياد علي أهلا وسهلا أهلا وسهلا بحضرتك أنا جد أن الحجة علي حضرتك عارفني آه زياد حبيب قلبي حبيب قلبي حبيب قلبي زياد وحشني وانت فين يا أهلا من شافك ليه أهو الله الدكتور في الدنيا والله لا حبيب قلبي عايزك تزورني قريب قوي بإذن الله ربنا يباريك لفيك وحشني وخلي بالك من الأسرة وصلاتك وعباداتك وقربك بربك بإذن الله تعالى وسلملي على بابا وماما يا رب ربنا يباريك لفيك ربنا يحفظكم وينجيكم ويرعاكم ويستركم ويجعلكم كده دايما نور على نور ويباريك لك في بابا وماما واخوك ويباريك لك في عمرك يا رب العالمين يا رب سيب كان عايزي كلم حضرتك بس أهلا وسهلا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل سنة أنت طيبين وبخير وبهناء وسرور وسعادة وفرحانين دايما يا رب العالمين ربنا يباريك لك يا رب يا رب إن شاء الله نلتقي قريبا بإذن الله بإذن الله وخلي بالك قول للبابا ما ببعدش البخور تماما البشرية كلها عارفت إنه ما ببعدش البخور ربنا يباريك فيكو جميعا يا رب العالمين سبحان الله أنا يعني أخري أخري شوية بخور أو طمر أو شوية عسل أو سبحة دا أخري بآخر أي هدية جيني لا أريد أكثر من ذلك لأن البخور بيغير موضي المكان وبيخليه كده إيه روائح حلوة يعني المهم حباب قلبي فالأمل بيدينا طاقة طاقة جميلة أو بقى نعمة الستر دا مصطور في رزقه دا مصطور في صحته دا مصطور في ولاده دا مصطور في أفكاره دا مصطور بعد ما عمل زنوبه ربنا سطره فالستر أنواع كل واحد مصطور في حاجة ولذلك أنا عايز أقول لازم نفزع إلى الله تبارك وتعالى ونحمده ونشكره على نعمه نحمده ونشكره على عطائه على نعمة ستره يا سلام يا رب لك الحمد وكمان بغي لجلال وجيك ولعظيم سلطانك مهم جدا يكون عندنا هذه الهمة العالية والروح الجميلة بإن إحنا ربنا تبارك وتعالى ستير قال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله حيي ستير سطرنا وعفانا وأقربنا دا مهم جدا جدا أن يكون في حياتنا معنا اتصال سلام عليكم ربنا يساعدكم ويعلي قدركم يا رب العالمين فنيجي بقى نشوف بقى نعمة الستر وعايزين نتكلم كمان على نعمة النظافة نعمة النظافة ما هي دي اللي لها دور في قهر أي فيروس قهر أي مرض قهر أي وسواس قهر أشياء كثيرة لأن الإنسان المتوضد دا بتحيط به هالات من النور والهالات دي مصورة الآن هذه الهالات النورانية طيب إحنا لما بيجي نشوف النهار دا ما شاء الله لا قواته إلا بالله عندنا خمس مرات بنتوضع بنستنشق ونستنثر وبنغسل فمنا وإدينا وشنا دايما نضاف وكمان عندنا عندنا الغسل وعندنا غسل الجنابة وعندنا غسل يوم الجمعة وعندنا الغسل من العرق وعندنا الغسل لما بنكون راجعين من العمل وعندنا بفضل الله تبارك وتعالى حتى الأموات بنغسلهم دي النظيف بس جميل أو أن أنا بأنظيف من جوه أبأنظيف من جوه مهم أوي إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين يحب التوابين الذين قاموا بالتوبة فغسلوا هذه القلوب يحب التوابين الذين تابوا من الحقد فغسلوا هذه القلوب يحب التوابين الذين كان عندهم صغط فغسلوا هذه القلوب بالرضى وأصبحوا من أهل الرضى مع الله تبارك وتعالى وقرروا أن يعيشوا الأيام التي يعيشون فيها في رضاء الرحمن تبارك وتعالى معنا الأستاذ عمر وأنكمل سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا يا حبيب أنا كلمت عدرتك اللي سبوع اللي فات على أساس أن أنا كنت أعيز أخذ نمر التليفونك بس ما عرفت إيش أخذ نمر التليفونك خلص من الكنترول ربنا يا كريمك لا إن شاء الله أعطي الأستاذ عمر رقم تليفوننا بإذن لا التواصل مع فريق العمل إن شاء الله بإذن الله تعالى ربنا يبارك فيك ويحفظك وإن شاء الله بإذن الله تعالى أهو الرقم والتواصل مع فريق العمل ما شاء الله لقواتها إلا بالله صليت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبقى قاموا يبقى إحنا عندنا دلوقتي أدي نظافة الجسد كلمنا عن نظافة الجسد يعني أنت نظيف ولذلك الإنسان فينا لما بيحرص على هذه النظافة بيكون حاجة جميلة جدا وبعد كده بيخسل بقى سمعه وبيخسل بصره يعني إيه بيخسل؟ أنتوا عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا توضأ العبد المؤمن أو المسلم فغسل وجهه نزلت كل خطيئة كان نظر إليها إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه نزلت كل خطيئة كان بطشتها ده مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه نزلت كل خطيئة كانت مشت إليه رجليه مع الماء أو مع آخر قطر الماء يعني للوضوء هنا ظاهر باطن ظاهر الوضوء ماء يجري على الأعضاء وباطن الوضوء زنوب بتنزل مع قطرات الماء ومعانا الأستاذ ناهد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم سلام أهلا بحضرتك يا مرحبا حضرتك بالنسبة للصم والصلاة نعم أنا أمراض أخويا واخدة وسيلة حمله وبينزل عليها دمك بتسأل هل ده بيفسد الصم والصلاة ولا إيه لا هو يعني حضرتك الدم ده هي الدم ده نوع إيه ده بيراجع فيه طبيب الطبيبة أمراض النساء بحيث أن النزيف ده ممكن يكون أساسا ضرر وهيقتلها دمها يصفى فده ما يتسألش فيه غير متخصص ده يتسأل فيه طبيبة متخصصة في أمراض النساء أن بيجي بيجي لها دم رغم أن هي أخذ وسيلة وكده فيراجع في هذا الأمر إلى الأطباء ربنا أبارك بحضرتك أشكرك جدا ربنا أعزكم الأطباء طبعا إحنا الآن بنفخر بكل الأطباء بنفخر بكل طبيبة بنفخر بكل طبيب بنفخر بكل بنت ممرضة من أولادنا بنفخر بكل ابن لنا ممرض بنفخر بالعامل اللي في المستشفى اللي بينظف بنفخر بأولادنا اللي وقفين على البوابات بنفخر بكل من هذا الصرح الطبي الرائع ضربتم المثل الأعلى أيها الأطباء فريق التمريض أنا مش عايز أقول يعني أصحاب الرداء الأبيض لأن ساعات بيبقوا لابسين أخطر وساعات بيبقوا لابسين أزرق فأنا عايز يعني أطلق كلمة العاملين في المجال الطبي شكرا لكم ضربتم المثل الأعلى والله العظيم خلدت أسماءكم بحروف من زهب بيننا ولا تظنوا أن حد يجحتكم حقوقكم ده أنتم مثل أعلى أنتم ضربتموا أنتم الأسطورة أنتم بعد كده يتقال عليكم الأسطورة والكينج ويتقال عليكم الهضبة ويتقال عليكم كل حاجة لأنتم فعلا فعلا قدمتم أروع الأمثلة في التضحية والفداء من أجل هذا الوطن ولرفعة هذا الوطن وإنقاذ إنسان هذا الوطن لأن تتخيلوا كده في مجرمين مجرمين في قنوات مجرمة وباسم الدين يقولك مصر هتقع ومصر الكورونا هتنتشر فيها يقوم ربنا يزلهم وأعي كلمة يزلهم ويقوم ربنا حامي مصر من هذا الأمر فعلا فعلا إحنا عاملين إبهار للعالم ده بإيه ببركة إن إحنا حفظنا على ما اختلطناش ده رقم واحد رقم اثنين حفظنا على وضوءنا حفظنا على إن إحنا لا نردد الشائعات حفظنا إن إحنا نصل في بيوتنا وندعي ربنا تبارك وتعالى فنصران الله تبارك وتعالى وبإذن الله منصورين وستظل مصر عالية خفاقة بإذن الله ولن تنكسر أبدا ببركة دعاكم وببركة التزامكم وإن شاء الله بإذن الله سنخرج قريبا إلى شوارعنا وفي حياتنا ونروح مصانعنا ومساجدنا وسنذهب إلى حقوقنا وسنذهب إلى كل مكان وعلى فكرة الناس طول اليوم شغالة وبتروح وبتيجي والحياة جميلة أو خلي بالكم بالنسبة لفترات العمل الصباحية يعني فالحمد لله رب العالمين بعض الدول أفلى تماما إحنا الحمد لله مش مأفونين تماما يعني الناس بتتحرك ومشاء الله تبارك الله وفي حاجات حلوة أوي في الفترات اللي فهاش حظر ساز ياسر أهلا وسهلا بأهل المينيا الله يسلمك يا دكتور يا مرحبا الله يزيدك يا دكتور ربنا يسعدك ويعل قدرك ويبارك في أهل الصعيد وأهل المينيا يا رب العالمين آمين يا رب إحنا والمسلمين جميعا يا دكتور وربنا يبارك في المسيحيين ويصلح حال الناس كلهم والمسلمين جميعا يا دكتور آه والإسلام الإسلام لما جاء وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ربنا يشفي المسيحيين ويشفي اليهود اللي مش محتلين خلت بالك فالدين الإسلامي ده دين رحمة دين يعني يا دكتور عاوز أكتدها لأخويا يا دكتور عاوز أكتدها لأخويا حاضر ألف سلام ألف سلام حاضر يا حبيب قلب بس أنت ساعده ساعده على لضوء ساعده على لضوء ربنا أعزك ويعلي قدرك يا رب العالمين حاضر يا حبيب قلبي أسأل الله عز وجل اللهم مش فيه يا رب العالمين اللهم مش فيه شفاء لا مرضى بعده أبدا يا رب العالمين يا رب يا رب من الأشياء المهمة جدا جدا اللي احنا نخلي بالنا منها إن الدين الإسلامي ده لما جاش مثلا إيه إن أنا ليه جار مثلا مسيحي أقول ربنا يصلح حالي وده ما يصلحش حالي مش ده دينا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورسه يعني يعني مين اللي هيرسني ده ده جار قد يكون مسيحي قد يكون يهودي خدت بالحضراتكم فالدين الإسلامي مليء بالرحب والسعى والندل للناس إن ربنا يصلح حال كل الناس ونور حالات كل الناس ويبارك في كل الناس ويش في كل الناس نحن لا نقبل إن دولة على الأرض تضار تضار أبدا لا نقبل بذلك بل ندعو للإنسانيات ككل إن ربنا يساعدها نحن لا نريد أكثر من ذلك وخلي بالحضراتكم أنا عايز أقول إحساس جميل إحساس جميل عندنا كلنا إن إحنا لما بتكون هذه القلوب نظيفة للإنسانيات ككل هتبلغوا دينكم الإسلامي إزاي وانت بقنوات المجرمة اللي طالع باسم الإسلام تسب وتلعن وتشتم وتتمنى سقوط دول وسقوط شعوب وهذا الولد المجرم اللي طالع يقولك عندك كورونا روح در احضن عسكري عندك كورونا الكلام دا الكلام دا دي قلوب قلوب حاقدة قلوب مدائدش نور النبي مدائدش نور الإسلام مدائدش نور القرآن مدائدش نور الرحمن مدائدش نور ذكر الله تبارك وتعالى لم يتزوقوا ذلك ولذلك بقولهم أنتوا تتكلمون بلسان الشيطان لا تتكلمون بلسان الرحمن الإنسان المؤمن اللهم ارفع البلاء عن الإنسانيات ككل يا رب العالمين اللهم إني أسألك لكل قلب يحمل الحقد لمصر ولغير مصر أنتهدي يا رب العالمين وإذ لم يكن له عندك هداية فخز أخذ عزيزي المقتدر يا رب العالمين لقد أضل الناس وهم يحسبون أنهم يحسنون صدع أضل الناس علموا الناس الكراهية يا رب علموا الناس يا رب العالمين السواد علموا الناس الشتات يا رب أنت قلت في قرآنك طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى يا رب أنت أرسلت رسالة الإسلام كي لا يشقى الإنسان طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى فهؤلاء الذين يحملون السواد في قلوبهم للإنسانيات ككل هؤلاء الذين يحملون في قلوبهم الضمار للإنسانيات ككل إذ لم يكن لهم هداية عندك يا أرحم الراحمين فاخذهم أخذ عزيز المقتدر تألمت حينما رأيت هذا الولد المجرم وهو يقول أحضن أحضن الناس وانشروا الفيروس في الناس أي دين هذا؟ أي شريعة هذا؟ ده دين مين؟ دين الشيطان يبقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يأمرنا بأن حينما قال سيدنا عقب بن عامر للنبي صلى الله عليه وسلم ومن نجا يا رسول الله قال امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك شوفوا سيدنا النبي قال إيه ودول هؤلاء المجرمين يعني إن ده صرخات مبحوحة في قلبي فلا تسمعوا لهم فإنهم قد ضلوا الطريق كل من لا يدعون إلى الأمل وإلى الرحمة وإلى الحنان وإلى الترابط وإلى الصلح وإلى التواصل الإنسان الراقي كل من لا يدعونا إلى ذلك فاحترسوا من هؤلاء لأن هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم والعياذ بالله ربنا يكفينا شرهم عايزين ندعو دايما للأمل عايزين ندعو للحب التواصل بالحب بيننا وبين الناس حكام ومحكومين حكام يحبونا وإحنا نحبوهم ونتواصل معاهم نحمي أوطننا نحمي أراضينا نحمي ناسنا نحمي مجتمعاتنا نساهم في رفع البلاء نساهم في تقليل الأمراض نساهم هم عايزين ينشر الأمراض أعوذ بالله من الشرطان رجيب يا رب يا رب يا رب إنني أراهم يتخبطون ويصدرون هذا التخبط للناس فانشرون بينهم اليأس وأنا أدعوك أن توفقني أن أنشر الأمل بين الناس اللهم اجعلني أنشر حبك بين الناس اللهم اجعلني أنشر مغفرتك بين الناس اللهم اجعلني أنشر سلامك بين الناس اللهم اجعلني أنشر عطائك وكرمك بين الناس اللهم اجعلني لسانا أنت ترد عنه وأكون سببا في شفاء الناس اللهم اجعلني قلبا أحب عبادك وأحن عليهم يا رب العالمين اللهم اجعلني مشاعرا صادقة أحن بها على كل خلق الله اللهم اجعلني قلبا أأوي إلى الناس فأكون سبب في سعادتهم يا رب العالمين اللهم اجعلني نورا أمشي بين الناس اللهم اجعلني سببا في حب الناس في بعضهم اللهم اجعلني سببا في صلح الناس ببعضهم اللهم اجعلني سببا في فرح الناس اللهم اجعلني سببا في الحفاظ على أمن بلادي اللهم اجعلني سببا في الدعاء وأكون مستجاب الدعاء لكل خلق الله اللهم اجعلني سببا في أمن وطني وفي الحفاظ على وطني اللهم استجب لي دعواتي لصناعة بلدي وأوطن اللهم استجب لي دعواتي لزراعتنا أن تكون أحسن زراعة اللهم استجب مني دعواتي لنهر النيل أن لا يقف ولا يستطيع أحد أن يقف أمامه اللهم اجعلني نورا يمشي على الأرض واجعلني كلمة حب تمشي على الأرض واجعلني كلمة إخلاص تمشي على الأرض اللهم أخرج الشهر من قلبي واجعلها في حزائي اللهم اجعلني قريبا من الناس حبيبا من الناس اللهم اجعلني خادما للناس اللهم اجعلني حبيبا لك وحبيبا للمصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا جميعا أحباء للملائكة اللهم اجعلنا جميعا أحباء لكل خير اللهم اجعلنا جميعا أحباء لك اللهم اجعلنا جميعا أحباء لكل ما يرضيك وأنت ترضى به عننا يا رب اجعلها ساعة إجابة يا رب ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا اللهم اشف مرضانا اللهم احفظ طبقنا اللهم احفظ لنا أراضينا واحفظ لنا بلدنا واجعلنا دايما في نورك ورحمتك وجمالك يا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم اشتركوا في القناة